الصخور الرسوبية Sedimentary Rocks ما أجمل هذا المشهد الجميل؟ انظر إلى تلك الرمال هل فكرت يوماً ما هي حقيقتها؟ لا لم أفكر هيا أخبرني يا أخي إنها يا سالم نوع من الرسوبيات الرسوبيات؟ وكيف تكونت هذه الرسوبيات؟ إن تكون هذه الصخور يا أخي من آيات الله عز وجل فبعض فتاة الصخور أو الأصداف أو حبيبات المعادن أو موادة أخرى تتجمع وتكون مثل هذه الصخور تتجمع بواسطة الأنهار وأمواج البحار والانزلاقات الطينية والجليدية وكذلك الرياح وماذا يحدث عندما تتجمع هذه الرسوبيات في مكان واحد؟ عندما تسقط الرسوبيات في أماكن الترسيب تتجمع في طبقات فإذا تم الترسيب في البحر نسميها رواسب بحرية وإذا تم الترسيب على القارات تسمى رواسب قارية فالرواسب تسمى حسب المكان الذي تترسب فيه وماذا يحدث بعد ترسيبها؟ تتحول حينها إلى صخور بسبب زيادة سمكها من تراكم الرواسب الحديثة على القديمة إذن الصخور الرسوبية هي التي تتكون من تجمع الفتاة الصخري والمعادن الذائبة وبقايا الكائنات الحية على شكل طبقات ممتاز يا أخي ولكن يا عبد الله هل الصخور الرسوبية أنواع؟ نعم وهي صخور رسوبية فتاتية صخور رسوبية كيميائية صخور رسوبية عضوية وما هي الصخور الرسوبية الفتاتية؟ هي صخور مكونة من حبيبات معادن أو حبيبات صخور أخرى تم نقلها بعوامل النقل الطبيعية وتصل إلى أحواض الترسيب حيث تترسب في طبقات متوازية الواحدة فوق الأخرى فتقوم بتكوين صخور هي الصخور الرسوبية الفتاتية اذكر لي يا أخي أمثلة على الصخور الرسوبية الفتاتية منها البريشيا بريشيا والحجر الرملي ساندستون وحجر الطين كليستون وكيف تتكون الصخور الرسوبية الكيميائية؟ عندما يتبخر ماء البحر الغني بالمعادن الذائبة أو عندما تتبخر مياه مشبعة بالمعادن من الينابيع الحارة والبحيرات المالحة مثل الملح الصخري المتكون من كلوريد الصوديوم وأخيرا يا أخي ما هي الصخور الرسوبية العضوية؟ هل تعلم يا سالم أن الحجر الجيري المستخدم للبناء والذي يصنع منه الطباشير هو من الصخور الرسوبية وكذلك الفحم الحجري؟ الطباشير من الصخور الرسوبية؟ نعم الطباشير والفحم الحجري من الصخور الرسوبية العضوية وكيف تتكون الصخور الرسوبية؟ تتكون بتجمع أجزاء بقايا النباتات الصلبة مثل تجمع بقايا النباتات التي تكون الفحم ولكن يجب أن تنتبه إلى أنها لا تتكون مباشرة ولكنها قد تأخذ عدة سنين لكي تتكون شكرا لك يا عبدالله إنها معلومات رائعة ومفيدة إذن ما رأيك أن نسبح قليلا لنستمتع بماء البحر؟ موافق بالطبع فأنا سباح ماهر ولكن قبل أن نفعل ذلك سألخص ما تعلمناه اليوم خلاصة ما تعلمناه اليوم الصخور الرسوبية هي التي تتكون من تجمع الفتاة الصخري والمعادن الذائبة وبقايا الكائنات الحية على شكل طبقات أنواع الصخور الرسوبية صخور رسوبية فتاتية صخور رسوبية كيميائية صخور رسوبية عضوية